طيب. صلوا بينا على النبي. أستوى السلامة. ده هو ليه معنايين بس مكانه في وسط الكروت مش مديني غير معنى واحد. دي علاقة سلسائي. بي خيانة. مش عارفة بقى اذا كان القوس هو اللي بيخون ولا اللي بيبخان. بس افتكر افتكر ان هو اللي بيخون. بس مش اكيد. مش اكيد. مش اكيد. بس الموضوع فيه تلاتة. فيه تلاتة في علاقة واحدة. فيه هروب. عشان كده حاسة ان الموضوع ده عند القوس. لا ان القوس بيهرب. بيهرب من حاجة غلط هو عملها. ومش عايز يواجه. عايز يهرم. مش عايز يواجه. هروبه ده ما خليه يفكر لوحده. عايز يفكر لوحده. ده ده هرمت الحكيم. عايز يبعد ويفكر لوحده ويحسن قراره. مش شرط يا جماعة العلاقة السلسائي دايما بيكون يعني مصدرها حاجة مش كويسة. ممكن يكون اتنين ظهروا في وقت واحد. الشخص لسه مرتبطش. ممكن يكون عنده مشاكل كبيرة جدا مع شريكه وزهره شريك تاني حد تاني ابتدى يفكر. فاهمين قصدي؟ بالشرط انها هتكون حاجة وحشة. المهم ان فيه شخصين مع شخص واحد. ان شاء الله حتى لو في باله في عقله. فاهمين قصدي؟ حيفكر لوحده. القوس بيفكر لوحده دلوقتي ازاي يحسم العلاقة السلسائي دي وياخد قرار نهاية. وبعد التفكير ده حيمسك زمام الامور تاني. العربة زي ما انتم شايفين هو انت اللي متحكم فيها وانت اللي ماشي بيها وماشي بسرعة. يعني ابتكر هتاخد قرار سريع والعلاقة السلسائي دي مش هتدوم كتير لانك هتحسمها. والسرعة دي كمان دي صفة فيك برضو يا قوس انت متسرع فاخد قراراتك. متسرع. خد وقتك لو سمحت في التفكير. خد وقتك. اوكي? هتتعايفة من موضوع العلاقة السلسائي دي لان هي شيء مرهق جدا جدا على الشخص اللي يبقى فيها. فانت حاسس بارهاك وحاسس بتقنيد دمير وحاسس بتعب. فان شاء الله هتتعافة من الموضوع ده بسرعة بعد ما تحسن القرار ده سريعا. في حظ معاك هي قوس. الناس اللي حاسها ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت. وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش. زي ما قلنا كل حاجة بتتغير. اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية. واللي حظه واقف هتدي يمشي. القوس واضح ان هو الفترة المرحلة اللي فاتت. كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي. عجلة هتدور. وهيحس القوس بالانحراف ده. هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت بيه لحاجة احسن. العقبات هتبتدي تقل. المشاكل هتبتدي تقل. هيبتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله ده الحاجات اللي هو داخل عليها. في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوبعه مش شايف هي ايه. واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة الثلاثية دي ان هو يحسنها ده موضوع تاني. لا. القرار ده يخص المادة. اما ان هو يخل يبيع يشتري يدخل انفستمند ده ولا ما يدخلوش. ايه اللي يعمله بالزبط هو محتار. آآ الكارت ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس. خد وقتك في التفكير وتجمع المعلومات. اجمع معلومات عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادل فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدم لك شيء ممكن هيكون هيقدم لك نصيحة افتكر انه هيقدم لك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعني حاول تسمع لي انا معرفش القوس ما افتكرش ان هو من الابراج القيادية بس هو الايام دي واخد قيادة الكارتين دول بيدولوا على القيادة هنا انت المتحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي بتفكر لنفسك اهو بتفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك تفكر وبتقرر لنفسك queen of ones القطة اللي هنا دي دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك دي شخص موقف حركتك ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام اخت حد قريب منك بيقولك لا حاسب لا بلاش لا اوقف استنى فاهمين قصدي هو قلبه عليك هو بيحميك هو فاكر ان هو بيحميك اسمع له طبعا واخد برأيه اكيد بس هو موقف الحركة بتاعتك بس برضو لابد تسمع له بانه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس اسمع له هلخص الاراية هنا في علاقة ثلاثية وللاسف يعني المعنى التاني للكارت ملوش مكان في وسط القراءة دي هو ملهاش الا كده سوري يعني معتقدش ان هو احتفال لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية في هروب من الحالة دي تحاول تهرب ان انت متواجهاش وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك وعمال بتفكر بس هتمسك زمام الامور قريب جدا 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 عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتبطيك تتغير معاك والحظة هيكون في اتجاهك وفي صلحك في معافاة من حاجة كنت بتعانى منها ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع علاقة الثلاثية ده وممكن يكون حاجة تانية ممكن يكون انت بتعانى من مشكلة صحية مشكلة نفسية اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يا قوس في حيرة لحاجة تخص المال جمع معلومات اوكي وفي صديق قديم او قريب بليك حد قريب بقالك فترة مشوفتوش هيجي ويقدملك نصيحة بالنسبة للموضوع ده ياريك تسمعني ده ملخص القراءة القراءة حلوة مفيهاش مشكلة هي بس موضوع علاقة الثلاثية ده ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك مش بمزاجك يعني مش حاجة وحشة منك مش خيانة يعني بس انا حاسة طاقة وصلالي انه حاجة اتفرضت عليك فاهمين قصدي شعيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلحه يعني العقرب حاضر يا قلمة قريب قوي حبيبتي هقوله يا لودا مرسية روحي تسلمين بلا بطيخة مرسية ام الحياة امل الحياة حاضر حاضر علاقة الثلاثية نجوة اول من الشي ابتسام انا حسيتها من طرف القوس لان القوس بيهرب ولي بيهرب بيهرب لان هو حاسس ان هو عامل حاجة غلط ايه بتعبان مرخيانة يعني ممكن جدا ما قد انا قلته ممكن يكون حاسس بتأنيب ضمير من الحالة اللي هو فيها كلم صح عن زوجي اوكي يا هيام كويس اوكي يعني ايه علاقة الثلاثية نجوة يعني علاقة فيها تلت اطراف يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين اسمها علاقة ثلاثية ان شاء الله يا نورة اسلاميلي انت يا حبيبتي ايه ايه اكي هنا انا سعمران انا مش فاق عمران انا مش فاق عمران انا مش فاق ما بتقول ايه فادوة حبيبتي انت ممكن تدخولي على جوجل اكتبي اللي انت بتقولي ده نسبة التوافق جوجل هيقولك هي ايه احنا هنا بتشوف الطاقة ما بين الجرج والشريك بتاعه فيه انت قصدي الله يرضى عليكي محد يسألني السؤال ده بجد محدش يسألني سؤال ده ده سؤال هتلاوه اجبته على جوجل والله مقالات كتير اوي كانت باب موضوع ده نسبة التوافق والحاجات دي يا سانتو انا اللي بحبك اوي I love you too الله يحفزك باشكرك يا نجاة التوريكي باشكرك حبيبتي الوتي كله صحيح مرسي اميرة اوي باشكرك فانا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا يا سالمة انا مش شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا في علاقة او قلتلك مش حسنا تكون علاقة كاملة ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني يا رب يا كريم سلام عليكم وعليكم السلام يا كابه اهلا اقل من جوه الشخص من حد متواجد من مجرد حاجه بوانه مش اكتر انما ما فيش علاقة سلسائي حلو جدا انا قدريك يا دينا مش لازم تكون علاقة كاملة خالص مرسي يا جيهان اه اداله كانت قراءة خضيعة انا بدي دي ممكن برج العقرب قريب جيدا يا فلاور توليب هي توليب مفروض قوية ولا مصر دواية كتير بشكرك يا مازن ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها دي اهم حالة ماليوش حظ معايا خالص ليه يا لولا ما احنا بنقول القوس اهو القوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية محمد لو عايز قراءة خاصة بكيز ابعت للصفحة ونقولك تعمل ايه كيف نتوصل معاك خاص ابتسمي بقاتي رسالة عالصفحة ورد عليك يا حبيبتي انا بعتذل الناس على المسجات بقلي فترة مش بقره المسجات بس هركز اكتر الايام دي تولميش انتو عليجي موصد تولميش انتو عليجي موصد تعالوا نشوف الحلال عطفية بتاعتو بقى صح صح مرسي يا رانيا كلوقتي صح تحية ليكي بشكرك جدا يا محمود بشكرك جدا تعالوا نشوف حالته العطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة السلاسية دي بس هتبقى علاقته بقى انهي شريك ماولف علاقة سلاسية ده يعني محير انا برت محير صراحة امم اوكي اه اه ايه اوكي هم طيب القوس عايزي القوس في المرحلة دي عايزي بعد عايزي يمشي اوكي عايزي يمشي او او برضو انا يعني الكارت دا معناه فراء وكل قارق بيشوف الكارت زي ما اتطاقة واصلاله انا التقطاقة ما بتوصليش ان هو انفصال نهائي انا بتوصلين هو مجرد بعد يبعده شوي بحس ان كل واحد يفكر ويشوفه عايزي يعمل ايه القوس عايزي يبعد شوي اوكي لان عنده الموق طالع نازل طالع نازل الدنيا عنده مش مستقرة لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة يعني عنده شوية لخبطة نفسه في حالة استقرار يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارك يتأقلم عليها انا مش عارفة ايه الوضع لكن هو مش في حالة مستقرة عاطفية كويس القوس شايف شريكه ازاي شايفه طاقة خير طاقة وخير من ربنا خير ربنا بعده انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا حاجة ما بعوتها من ربنا وعاصة فيها خضار ده بالنسبة لي خير يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده بطاقة الخير الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة حاسين بخسارة اللي اتنين ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر ليه طيب طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات يعني شخصيات غليين على بعض طالما حاسيته بالخسارة الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز اشتغل على العلاقة تاني ما فقدش الامل مش عايز يبعد عايز اشتغل عليها تاني وعايز يقدم لشريكه مشاعر يعني عايز يقدم له ده page of cups عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه عايز يوري له مشاعر اكتر وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس بس هو محتاج شوية شغل عايز شوية تصبيت لكن هو في الاساس شخص كويس فيه بخل حال بخل في المشاعر ما كله بماسك على مشاعر ومسيطر عليها شهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تكبر متكبرين على بعض وزي ما تقوله كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت معملتش لكن الشهر التالت هيحصل حاجه فيه عملية ترويد لحد افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس بما ان القوس اللي عايز يبعد هو اللي عايز يبعد فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس هو اللي بيأذي العلاقة دلوقتي فحيبتدي شريكه يروده وهيروده بالراحة هيحاول يفهم هو عايز ايه هيحاول يقرب وجهات النظر ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز هيصلح بعه هيتدي يصلح العلاقات العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مضبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاج فده له الحق انه هو يبتدي يفكر في حاج تاني فطالما هيتدي يصلح الغلط يبقى برافو وعاف الله عن ما سلف ونبتدي نصلح وترجع المياه المجريهة وكما كنت زي ما قلتكم انتم حاسين بخسارة دلوقتي حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت وأحسن